ده كده يا جماعة شكل الشارع اللي بتبص عليه الشق النهاردة شارع 30 متر وفيه شارع كمان 10 متر ده كده شكل العمارة من برة 12 دور بتبص على شارعين شارع 10 متر وشارع 30 متر شقة النهاردة في الدور الخامس ده كده المدخل ده كده مدخل العمارة اهو مدخل شيك جدا كل رخام والسقف بتاعه برضو جيبسن بورد وفيه عندنا أسانسير والدور على شقتين نبدأ نخش الشقة بتاعت النهاردة الشقة تشتبها سوبر لوكس مساحة 250 متر أول حاجة بيجي لنا هنا على الشمال عدات كهربا قديم قرص نبدأ نخش الشقة الشقة دي يا جماعة هي الوحيدة في الدور يعني الدور كله بتاعك كانت عبارة عن شقتين وتفتحوا على بعض أصبحت المساحة الكلية 250 متر على الشمال كده فيه يعتبر برتشن أو نعتبر نقول شقة وعلى اليمين برضو فيه الشقة التانية لتنين مفتحين على بعض الناس اللي بتدور على مساحات كبيرة 3 حمام 5 غرف ما شاء الله المواصفات كلها موجودة في الشقة دي غاز طبيعي قدام حضراتكو أهو غاز طبيعي عدات كهربا قديم عدات مية طبعا مشترك مع العمارة كلها نبدأ نشوف أول حاجة كده الريسيبشن فيه عندنا هنا فيه بلكونة نشوفها الأول بتبص على الشارع التلاتين متر زي ما قلت لحضراتكو أن البورج واخد ناسيا على شارعين الشارع التلاتين متر اللي قدام حضراتكو ده وفيه شارع جانبي اللي هو عشرة متر برضو هوري لحضراتكو دلوقتي يعني الشقة كلها بتبص على الشارع الريسيبشن والغرف كله بيبص على الشارع نبدأ نرجع كده تاني طبعا البلكونة طالعة بمستوى كده ما تطعني درجة درجة سلم نرجع كده بقى ننزل الدرجة دي كده تاني ده كده الشباك ده بيبص على الشارع العشرة متر وشايف برضو الشارع التلاتين متر اهو ده الشارع التلاتين متر قدام حضراتكو اهو وهنا كده الشارع العشرة متر في الجنب هنا كده برضو ده البرتشن التاني من الريسيبشن برضو فيه الشباك الدائري ده شايف برضو الشارع التلاتين متر اهو قدام حضراتكم وهنا الشارع العشرة متر الجانبي وده التشطيب قدام حضراتكو برضو زي ما انتو شايفين كده نبدأ نخش الجزء اللي هنا كده على اليمين بنطلع بمستوى تاني كده درجتين سلم يجي لنا طرق التوزيع على اليمين كده فيه غرفة ومطبخ وحمام وعلى الشمال هنا فيه غرفتين نبص الاول على الغرفتين اللي هنا دي غرفة اهبة لكون اجيب ودي الغرفة التانية الغرفة دي جماعة على شارع اللي هو العشرة متر وبردو شايفة الشارع التلاتين متر مساحتها تقريبا تلاتة متر تمانين في تلاتة متر تمانين تقريبا يعني اهو ده الشارع التلاتين متر اهو وده الشارع العشرة متر مش هذكر حضراتكم ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد وتقديرا المجهود اللي احنا بنبزله تعمل لنا لايك نشوف كده تاني غرفة معانا برضو مساحتها تقريبا نفس المساحة او اقل حاجة بسيطة يعني ممكن نقول تلاتة ونص في تلاتة متر تمانين بالشباك الجيب ده او البلكونة الجيب زي ما بيسموها ايا كان المسمى دي على الشارع التمانية متر الشقة جماعة مرخصة وحصة في الارض طبعا اي حد عنده اي استفسار ارقامنا موجودة قدامكو على الشاشة في رقم فون فقط وفي رقم فون زائد واتساب هنا كده المطبخ طبعا المطبخ زي امريكان كده او معمول لفتحة سيرفز صغيرة مساحته حلوة ما شاء الله تقريبا اربعة متر في اتنين متر وده شكل الحوط بتاعه اهو طبعا الشقة مفيش حد قاعد فيها طبعا فلذلك تلاقوا اللي ايه فيه تراب وحاجات زي كده ده كده المطبخ دي فتحة السيرفز اهي بتبص على الريسيبشن بعد كده عندنا هنا الحمام وغرفة معلش الغرفة دي مقفولة جماعة والمفتاح بتاعها مش موجود فبعتذر لكم ان انا مش عارف افتاحها بس الحمد لله فيه فتحة السيرفز برضو زيارة اهي هنقدر نبص منها اهي دي الغرفة اهي دي فتحة سيرفز صناعية كده معمولة مساحتها تقريبا برضو نفس مساحت الغرفتين اللي احنا شفناهم من شوية تلاتة متر تمانين في تلاتة متر تمانين تقريبا يعني ده كده الحمام ده حمام صغير مساحته تقريبا متر ونص في متر وتمانين او اتنين متر وده المطبخ اهو مرة تانية ياريت يا جماعة لو فيه اي حاجة مش واضحة تكتبوها لي تحت في التعليقات تقولي فيه كده مش واضح او كده او اي حد عنده اي ملاحظة على الفيديو او على اي شيء ياريت يكتبها ليه نبدأ كده نخش على القسم التاني ده كده حمام برضو تاني ده كده تاني حمام حمام برضو صغير بس اكبر من اللي احنا كنا فيه الاول او تقريبا ممكن نقول نفس المقاس يعني وهنا كده الجزء التاني ده منطقة ده منطقة كده صغيرة ممكن تتعمل ليفين كده او لوب صغير هنا كده الحمام الكبير ده الحمام الكبير مسحت تقريبا ثلاثة في ثلاثة فيه طبعا بانيو جاكوزي مسحته حلوة جدا مرتاح شيك برضو تشطيبه حلو وده الحوض بتاعه حوض برخام جالاكسي تشطيب بتاعه جميل زي ما حضراتكم شايفين كده نبدأ كده نرجع مرة تانية احنا كده كنا شوفنا هناك ثلاث غرف هنا كده دي تعتبر الغرفة الرابعة مسحتها ما شاء الله كبيرة زي ما حضركم شايفين اكتر من اربعة في اربعة والغرفة دي بتبص على الشارع التلاتين متر بالبلكونة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي دي البلكونة هي ما شاء الله واسعة تاخد تربيزة واربع كراسي كمان وده الشارع التلاتين متر اللي بتبص عليه الغرفة دي الشيء دي يا جماعة حلوتها ان هي كمان في الدور المطلوب يعني الدور الخامس من الادوار المطلوبة جدا معنا مش عالي اوي ومش واطي اوي يبقى دي كده الغرفة الرابعة بعد كده هنا الغرفة الخامسة دي الغرفة الخامسة اهيه نقدر نقول مساحتها تلاتة ونص في تلاتة ونص تقريبا يعني وفيها برضو بلكونة يبقى احنا كده عندنا كم بلكونة في الشقة حد فاكر معنا يبقى كده تلات بلكونات لغاية دلوقتي دي البلكونة التالتة اهيه بتبص برضو على الشارع التلاتين متر ما شاء الله جماعة الشواء اللي بتكون واخد ناصية او كلها بتبص على الشارع او كده بتبقى صحية جدا كشمس وكهوى ده برضو شباك في الغرفة في شباكين صغيرين كده بيبص برضو على الشارع التلاتين متر يعني التهوية دي يا جماعة بتبقى صحية جدا الشقة عنوانها شارع المنشية الرئيسي فيصل الطلبية من ميدان الساعة الشقة مطلوب فيها تسعمية وخمسين الف اتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهندس حازم عبدالله